اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل مئة متر وخمسين متر كل مئة متر يكون في القناة وما يتسرسقوا فيه الله ديالهم يتملكم ولكن ما يتعاونه ما يتعاونه ما يتعاونه لأننا ننتظروا الآن ما بين مئة ومئة وعشرة ألاف الزوال وثلاثة وخمسمائة وتاق وكينات تقريباً تقريباً 42 سربا وما يقرب على ألف ومئة عود اللي قد تكون هنا إن شاء الله اينش بيظارة ميلاً المترجم للقناة تكشيل أداء كتحسن عام الاعام ميلاً وش من حسن إلى أحسن وإلى أحسن جداً كيتحسن منه إلا لا سيدي له كل عام من حسن إلى أحسن ساعد يختار الموسم والله ماعمر والله ماعمر كين رجال كين رجال الحمد لله والله سنجاعد في الأسفل ولد المنطقة قسمين بي خيرك غد يبقى يتذكر اليوم الدين يدوهم يفاق في المجاملة حق الله العادي أرغب من يطلع هدف حزين يقول وورا كين تب ما عندكم؟ لا كين؟ لا كين؟ لا كين وحد أخر نفوق نوالو الحاج هساعد ما شابوش المنطقة بي المنطقة بيجال لا كين موزين المنطقة بيجال الرئيسي المترجم للقناة محين لا يتقل في الكرام اللي ترجمك المترجم لقناة هذه نظرات المترجم للقناة مونير أجل أجل قد يجب خيط دياله وركبوا لي الدو لي جملكم الخيط وركبوا لي الدو دياله خلوه يتوحب على دو كل شي يعطون الدو هذا المتاقف أعطيهم بفهم هذا لا أخرى وراكم شاعل الدو جتيه لا لا وكما شونا عطيهم الدو أنت ما أعطيك الدو عدة لا يسترع لك ليجال الشي الدو أعطيهم الدو أنا عارفاك راجل للمقراضي ما أفكش كان شكراً و هو اللي معمرنا هذا الموسم وواقف فيه كان شكراً رئيس دياننا وكي يحضم معنا مزيان بدون مقابل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم الأخ عليم حمودي من ساكينة ولد سيديع المنبي بقابلة المجدباق يعني كيف مشتو كما يعني احنا كنتواجدو في الموسم اللي هو عبادية فيه الاستعدادات الموسم اللي غير يبتدأ من الفترة 22-22 وكلتقوا فيه الزوار من جميع قبائل ديان المجدباق والنواحي دياله بما فيها القارة بن سليمان نواحي دربي داستات يعني من جميع اسمته يعني القبائل المرحب بها من جميع المناطق وهذا الموسم يعني يرى هو كيعمر لمود لفترة طاويلة من الزمن يعني جاوزة 41-70 سنة قريباً يعني كتلتأم فيها قبائل ديال المجدباق مع جول القبائل الأخرى ديالشرفاء الأدريساء وأبناء عمومة معلويين يعني وهذا أبناء أبناء القبائل نكر حبوب جميع الزوار من جميع ألحاء المملكة سواء من داخل داخلها أو خارجها يعني وهذا فرصة للتقاء القبائل فيما بينها لسمية الاستمتاع بالمورود التقافي الأصيل في فن توريدة تاريخ العقاد الموسم إن شاء الله بيحولي مع قوتي يعني من الفترة من 22 يوليو إلى 22 يعني كي يدوم لمدة سبعة أيام متواصلة يعني كيتعرف فيها فن توريدة يعني وهذا هو الحاجة الموحلة اللي كي يكون كي يعمر فيها هاد الموسم وفيما يخص بايد نقول لكم لإخوة يعني راكين واحد تحسون إن شاء الله هاد السنة بما في ذلك يعني توفير الماء يعني بالصنابر يعني متوفرة في جل الموسم جارة العادة يعني التنظيم إن شاء الله غادي يكون كما هو متعارف عند جل الزوار اللي توفدوا يعني قبل من الاستعدادات يعني غايكون التنظيم إن شاء الله من الحسن إلى الأحسن يعني وتزالت يعني شي حواج للمكانتش عمله أول وهذا هو اللي كان نطمحولي إن شاء الله بإذن الله تعالى احنا بغينا عباش تلتأم يكون القبائل ملتأمة بأحسن الظروف أما من ناحية الأمنية ربما راها كيف ما جارت العادة يعني الأمن راها قائم بالواجب دياله يعني بحراسة مشددة يعني من جميعنا وحيلا من درك الملكي ولا من قوة مساعدة ولا من وقاية مدنية ولا من سلطة محلية ما لديك سعيد؟ هذا حد الصياد ضربات الماكينة مسكين ما هي؟ هذه الماكينة تصوّد الأرض ضربتها و هذا ما كدير ونوزغ بهاك يأكل الفيران ويأكل هذا ما شي حنشلي خطير و هذا المسكين مات صاغي ما عندنا من ديره ما تخافش منه ما تخاف منه ما ترى بقي حياة شوف 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 ربقي حياة شتيت شتي ربقي حياة و يكين روحوا كدخونه جومسكينة شتيت